اشتركوا في القناة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه يوم لا بيع فيه ولا ظلة ولا شفاع والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وصع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العبي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالقاوة ما يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة البثقى لن في صام لهاب الله سبيع علي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الغلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوط يخرجونهم من النور إلى الغلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أم آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحييه ويميت قال أنا أحييه ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب من المغرب فبهت الذي كفر والله لا ينجل قوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي فاضية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله ميتعاب ثم بعث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت ميتعاب فانغر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانغر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس منغر إلى العظام كيف ننشسها ثم نكفوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أبا لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن طلبي قال فخل أربعة من الطير فصورهن إليك ثم ادعل على كل جبل على كل جبل منهن جزءا ثم تعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبد السبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاب والله واسع عزيز الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أن وفقوا منا وناء ذا لهم أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أنا والله ودي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه دراب فأصابه واب فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتقاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآدت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أيضت وحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الإبر وله ذرية وضعفات فأصابها إعصار وفيه نارها فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أن نفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه بآخذيه إلا أن وترمغوا فيه واعلموا أن الله غني حبيب الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عظيم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرة من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصقا إن تبدو الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وترطوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعبنون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما توافقوا من خير فبأنفسكم وما توافقون إلا ابتقاء وجهلات وما توافقوا من خير وفق إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين احشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم للجاهل أولياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلى الحافة وما توافقوا من خير فإن الله به عمين الذين يوافقون أبوالهم بالليل والنهار سرا وعلانية وفلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ما حض الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعرة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمروا إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحك الله الربا ويربس خدقا والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآكوا الزكاة لهم أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذنوا ما بقي من الضباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن أتبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تغذبون ولا تغذبون وإن كان ذو عسرة فنغرة إلى ميسرة وأن تشدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما وترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت فهم لا يغلبون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَوَتُمْ بِنَيْرٍ إِلَى أَدَلٍ نُسَمَّى فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُهُ وليمرد الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يمخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرادان ممن ترضون من الشهداء من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما ضعوه ولا تستموا أن تكتبوه صغيرا أو كميرا إلى أجده ذلك أقصت عند الله ما أطلب للشهادة وأدناء لا تردابوا إلا أن تكون تدارة حامرة تديرونا بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم بطقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تددوا كاتبا وفرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي اتمنى أمانته وليتقذنا ربا ولا تدتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به إلا فيغفل لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعناه فرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا بصعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تواقرنا إن نسينا أو اخطأناه ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبرنا ربنا ولا تحملنا ما لا فاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكذاب بالحق مصدقا لما بين يديه بأنزل التوراة والإناجي من قبله دل للناس بأنزل الفرقات إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب واشدين والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاب لا إله إلا هو العزيز الحقيق هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مهكمات هنهم الكتاب واخروا تشابيات فأما الذين في قلوبهم زيغا فيتبعون ما تشابه منه بطيقاء الفتنة وابطيقاء تأميله وما يعلم تأميله إلا الله والغاسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يطلب الميعاب إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم نفوذ النار كده بها لفرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بظنوبهم والله شديد العطار كل الذين كفروا ستغنبون وتحشرون إلى جهنم وبث المهاد قد دان لكم آية في فئتين التقتا يتون تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليه ورحي العين والله يؤيد من نصره من يشاب إن في ذلك العبرة له للأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقين المقنطرة من الذهب والفضة والخير المصومة والأمعاب والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حصن المآب قل أو نبيكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج متهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أصطابرين والصطادقين والقاندين والموافقين والمستغفرين بالأثحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما للقشق لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الجسلا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وادهي لله ومن اتبعت وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يكفرون بالقشط من الناس وبشرهم بعذاب الأذيب أولئك الذين حبضت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرمون ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودات غضهم في دينهم ما كانوا يفطرون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا غيب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت فهم لا يغلمون قل الله مبالك الملك تقتل الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي فترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم دؤا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبذوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم ترد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم غنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله من رسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عبران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذا قالت ورأت عبران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليل فلما بطعتها قالت رب إني بطعتها أمثى والله أعلم بما بطعت فليس الذكر كالأمثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذرعيتها من الشريطان الرجيم فتقبلها ربها بطبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب ودد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عهد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هم لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة والوقائم يصني في المحراب في المحراب بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصادحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب نعلي آية قال آيةك ألا تبلم الناس خلاخة أيام إلا ربزا فاذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار فإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله اشطفاك وطهرك واشطفاك على نساء العالمين يا مريم قلطي لربك واسجدي واركعي مع الله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد بكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكونني ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له أن فيكون ويعلّه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد رهتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كعيئة الطير فأوافغ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرع الأجمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأقلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن وقوة مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وددكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحباريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسرمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك مرافعك إليه مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرضعهم فأحكم بينهم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فارعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آبروا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الغامنين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من دراب ثم قال له ما فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتل فندعا لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما بالإله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فيما تولوا فإن الله عليهم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة زوائم بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرق به شيئا ولا نشرق به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دور الله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا نصدمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مصرما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطن وتكتبون الحق وأنتم تعلمون وقال وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا أنزل على الذين آمنوا وجهنها لبكفروا آخرهم لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينهم قل إن الهدى هدى الله أن يهدى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاج عياد ربكم قل إن الفرد في يد الله يحطيه من يشاء والله واسع عليم يخبص برحمته من يشاء والله ظلف فضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يود إليه ومن من إن تأمنه بدين لا يؤد إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأم سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والنقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله بأيمانهم ثمنا وقليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يغطيه الله الكتاب والحكم من نبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من ردون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مصلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول نشط لما معكم لتؤمن النبي ولتنسر قال أقرر ما أخذتم على ذلك إسراني قالوا أقرر قال فاشهدوا وأذ معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الكاسمون أفغير دين الله يبعون وله أثلم من وفي السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظاهمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هد ينغرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك ما أصلحون فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لا تقبل توبته وأولئك هم الضاطلون إن إن الذين كفروا وما كوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا بفتدابه أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناص طيرين صدق الله العظيم اللهم صلع على سيدنا ومولنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع اللهم إنك عفو تحب العف وفاف عنا يا غفور يا غفور يا غفور باری تعالی قرآن کریم وفرقان حمید کا یہ مارا ایک بارہ پڑنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما باری تعالی قرآن پاک کی برکت سے جتنے بھی لوگوں نے یہ قرآن پاک سنا ہے باری تعالی ملسمید ہم سب کی باری تعالی خیر فرما سب کی بخشش فرما باری تعالی قرآن پاک کے توصر سے پوری امت مسلمہ کی خیر فرما یہ اللہ پاک ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات جگنی باری تعالی ترقی عطا فرما اس کے ساتھ تعامل کرنے والے محبت کرنے والے اچھا مشورہ دینے والے ماری تعالی انہیں دارین کی سعادت نصی فرما ان کے قربان رزق مار اولاد کی امت برکت اتا فرما اس ادارے کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد دنیا سے پردہ فرما گئے ماری تعالی سب کی مغفرت فرما یہ اللہ پاک سب کو جن دن فردوس میں آر مقام تا فرما حضرت آدم علی نبی نام علی السلام کی ذات اقدر سے لے کر آگ تک جتنے بھی مسلم مسلمات مؤمنی مؤمناء ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے باری تعالی رمضان مبارک کے توسر سے سب کی مغفرت فرما یہ اللہ پاک سب جن مدل فردوس میں عالم قام اتا فرما باری تعالی اس بیماری سے امت مسلمہ کو باری تعالی نجات اتا فرما یہ اللہ پاک امت مسلمہ کو اس بیماری سے نجات اتا فرما یہ اللہ پاک مسجدو کو عباد کرنے کی باری تعالی توفیق رفیق اتا فرما اس قرآن پاک کی برکت سے باری تعالی ہمارے جتنے بی رشتہ دار خیش و کار دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں سامعین جو قرآن پاک سن رہے ہیں باری تعالی ان کے جتنے بی رشتہ دار خیش و کار دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں باری تعالی سب کی محفرت کنی برقبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی على حبیبه محمد وعلا دی واصحابه معین برحمت یا ارحم الرحمن صلی اللہ صلی اللہ